وعطفا على الخبر العاجل الذي ظهر قبل قليل وشير أيضا استكمالا لذلك القناة الرابع عشر الإسرائيلية تحدث عن بلاغات أولية بإصابة شخصين بعد سقوط صاروخ على ديشون في الجاني الأعلى وكنا قبل قليل قد نقلنا عن مراسل التلفزيون العربي الحديث عن صفرات انذار تدوي في ديشون والمالكية بالجاني الأعلى خشية سقوط صواريخ يبدو أن الخبر العاجل الذي جاء استكمالا لهذا الخبر وهذه صور قبل قليل تظهر بعض الصواريخ التي تصدت لها القبة الحديدية في سماء المناطق في الجليل الأعلى شمالا وهي ضمن العمليات المستمرة من الجنوب اللبناني إذن القناة الرابعة عشر الإسرائيلية تتحدث عن بلاغات أولية بإصابة شخصين بعد سقوط صاروخ على ديشون في الجليل الأعلى ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات مرحبا بك أحمد القناة الرابعة عشر الإسرائيلية تحدث عن بلاغات أولية بإصابات إثر سقوط صاروخ على ديشون في الجليل الأعلى هل من تفاصيل بشأن هذا الخبر العاجل نعم والآن القناة الرابعة عشر الإسرائيلية تقول بأنه لا حديث حتى اللحظة عن إصابات أي تتراجع عن الخبر الذي أوردته بعد وصول بلاغات لنجمة داود الحمراء عن إصابة شخصين اثنين بالقرب من ديشون بعد سقوط صواريخ ولكن نتحدث عن تفعيل صافرات الإنذار في أكثر من 12 منطقة في الجليل الأعلى من بينها مدينة كرياتش موني أكثر من رشقة صاروخية أطلقت في العشرين دقيقة الماضية نتحدث عن ثلاث دفعات من الصواريخ أطلقت من لبنان نحو مناطق واسعة في الجليل الأعلى هناك سقوط لصواريخ في مناطق مفتوحة بحسب القناة الثانية عشر الإسرائيلية ولكن أيضا على ما يبدو هناك سقوط لصواريخ في داخل المناطق الموجودة في الجليل الأعلى بعد تفعيل صافرات الإنذار نتحدث عن رشقة صاروخية كبيرة نوعا ما أكثر من دفعة أطلقت هذه الصواريخ ولكن أيضا جاءت عملية الإطلاق بعد تحذيرات أصدرتها وأصدرها المسجس الإقليمي للجليل الأعلى لسكان الغالبية المناطق في إصبع الجليل بالبقاء على مقربة من الملاجئ وعدم التجمع والتجمهر وعدم الحركة إلا للضرورة وذلك بعد ورود على ما يبدو أنباء عن نية حزب الإطلاق مزيد من الصواريخ من لبنان نحو هذه المناطق إذن حتى اللحظة كان هناك حديث عن إصابتين ولكن على ما يبدو أن القناة الرابع عشر الإسرائيلية تراجعت عن هذا النبأ وهذا الخبر ولا إصابات حتى هذه اللحظة ولكن سقوط لعدد من القذائف الصاروخية في الجليل الأعلى وتهديدا في منطقة إصبع الجليل بعد إطلاقها من لبنان في الفترة الماضية بعد انتهاء رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر وهو القائد العسكري البارز في حزب الله لم نشهد إلا عمليات قليلة مختلفة في الفترة الماضية بمعنى أن حزب الله ركز على استهداف مزارع شبعة المحتلة والمواقع الملاصقة للحدود عدا ذلك أطلق دفعة صاروخية كبيرة نحو منطقة الجليل الغربي حاول إرسال مسيرات نحو أشمالي هضبة الجلان واليوم نشاهد هذه العملية التي حدثت في إصبع الجليل ترجمة نانسي قنقر